هذا وساهم التعاون الثنائي المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بإثراء التطور السياسي والاجتماعي والثقافي في مملكة البحرية هذا التعاون أكد أهمية المصلحة الوطنية وعكس الإيمان الراسخ بالشراكة وأهمية الحوار لترجمة تطلعات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حدوه الله رعا تعاون وتكامل وطني ترجم تطلعات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لتحقيق المزيد من المكتسبات للوطن والمواطن والارتقاء بما كانت مملكة البحرين في ممارستها الديمقراطية هذا التعاون أنتج عملا متكاملا بين السلطتين وانعكس بشكل واضح على القطاع الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من القطاعات الهمة التي ازدهرت إثر هذا التعاون وتنسيق المشترك القائم والذي يأتي استمرارا للجهود المبذولة لتحقيق الخطط الوطنية وتوحيد الجهود للبدء في تحقيق التطلعات للمراحل المقبلة بكل سلاسة وخلال الفصل التشريعي الخامس شهد هذا التعاون تكتفا أقوى بين السلطتين ما مكن القطاعات المشمولة من إبراز إنجازاتها وإيجاد القوانين واتخاذ القرارات وتنفيذ الخطط والبرامج التي تصب في تحقيق مزيد من التقدم والإزدهار لمملكة البحرين تفايل حقيقي لمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عكسته الإنجازات الحضارية والسياسية والأسس القوية المتينة التي تصب في مصلحة بناء حاضر ومستقبل الوطن